الجنرال دو كوردارمي بالخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والجنرال دو ديفيزيون مايكل جيتورلي عن الجيش الأمريكي يتابعان شروحات حول أهداف المستشفى الميداني عبر الموارد البشرية التي عبئت من أجل إنجاح العملية وطبيعة الخدمات المقدمة للساكنة المحلية شرع المستشفى الميداني الطبيعي العسكري بتقديم مجموعة المشاركة بين قوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة ساكنة دائرة تالوين إقليم تالو دانت والوافدين على المنطقة وكعادتها تقوم مصر الاجتماعي لقوات المسلحة الملكية بتقديم الدعم المعنوي لفائدة المرضى في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة على الأسد الإفريقي يقدم هذا المستشفى الميداني خدمات طبية وجراحية للسكان إذ يتوفر على طاقم تقني متخصص وموارد لوجستية كبيرة استقبلنا في هذا المستشفى الميداني منذ الشروع في تقديم خدماته ما يفوق ثلاثة آلاف مستفيد استفادوا من عدة تخصصات طبية وجراحية المستشفى الميداني يضم طاقما من 150 إطارا طبيا ومئة من الأطور شبه الطبية والاجتماعية وإضافة إلى توفير الخدمة الطبية سهرت أيضا على الاعتناء بمجال التربية وصحة الأم والطفل